موسيقى ندوز الدابل التبرين الخامس اللي غدي نشوفو فيه الاحتمالات الشرطية ولو كنتبرو وباء كورونا المستجد كوفيد 19 الله يحفظ منو متعرض لو تقريبا نشرف ميم سكان الدار البيضاء اختبارات الفحص تعطي النتائج التالية عند الاشخاص المصابين يسفير الاختبار عن 95% من الحالات الايجابية عند الاشخاص غير مصابين يسفير الاختبار عن 98% من الحالات السلبية نختاره عشوائيا شخصا من هذه السكينة ونعتبره حادتين التاليين الحادث Tic نتيجة الفحص ايجابية والحادث M الشخص مريض في السؤال الاول يطلب مني نشأ شجرات الاحتمالات ونحدد الاحتمال للشخص لا يكون مريض نتيجة الفحص ايجابية علما انه مريض والاحتمال النتيجة تكون ايجابية علما انه مريض هذا السؤال الاول نقوم بالشجرات الاحتمالات الشخص لديه احتمالات اما يكون مريض اما لا يكون مريض واشاك فوق اذا كان مريض لديه احتمال تكون نتيجة الفحص ايجابية او لا سلبية يعني كان لدي T bar بالنسبة ل M و بالنسبة ل M bar جدا جدا نقوم بالشجرات الاحتمال دار البيضاء يعني احتمال لل واحد يكون مريض ما هو هو الكاردينال M على كاردينال OMEGA بحيث OMEGA هو مجموعة ساكنة دار البيضاء كاملة قد اشخاص دار البيضاء نقوم بالمريض وكاردينال M ما هو المعنى هو العدد الاشخاص المريض وكان هنا اشخاص المريض 10% كاردينال M 0.1 مضربة في كاردينال OMEGA على كاردينال OMEGA وكاردينال M يعني احتمال لل واحد الشخص يكون مريض هي 0.1 جدا 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 تنقيدوها احتمال للشخص يكون مريض هي 0.1 كنت ذكركم بان في شجرة الاحتمال هذا الجدع هذا يكون في احتمال للشخص يكون إيجابي علما أنه مريض من هذا الجدء في الاحتمال للشخص يكون سلبي علما أنه مريض وعندما يمشون هنا الشخص يكون إيجابي علما أنه ليس مريض والشخص يكون سلبي علما أنه ليس مريض عندما عملنا PDM 0.1 ما هو PDM باغ؟ نعرف بأن PDM باغ هي 1 ناقص PDM لا يمكن أن نقوم بالسؤال الأول PDM باغ تساوي 1 ناقص احتمال M إذن تساوي سفر فصيلة سعود سوف نحسب PDTBAR علما M في ناقة PDTBAR علما M PDTBAR علما M هي هذه مرحبا نرى أخرى لنرى أن هناك معلومات إضافية عند الأشخاص المصابين يصفروا اختبار عن 95% من الحالات الإيجابية كيف سنقرأ هذه الفراز؟ الاحتمال للشخص يكون إيجابي علما أنه مصاب كيف سنقرأ؟ كيف سنقرأ؟ السفر فصيلة 95 نعم عند الأشخاص المصابين علما أن الشخص مصاب الاحتمال يصفروا الاختبار عن 95% من الحالة الإيجابية احتمال الفحص يكون إيجابي علما أن الشخص مصاب يصوي 0.95 كيف سنقرأ؟ كيف سنقرأ؟ كيف سنقرأ؟ كيف سنقرأ؟ نحن نعلم جميع أن كيف سنقرأ؟ 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 المعلومة هذه كيف سنقرأ؟ عند الأشخاص غير المصابين يصفروا الاختبار عن 98% من الحالات السلبية وغير ما لديesh كيف سنقرأ؟ يقرأ هناك لذلك يجب أن نفعل 0.02 وبالتالي نكون جاوبنا على السؤال الأول ونحافظه بعد معطياتها لكي نجاوب عليهم الأسئلة التي جاءت السؤال الثاني يطلب مني أن نحسب P M و P M bar ماذا P M هي الطريق لفها M و T هذه الطريقة التي نضعها بصفر مزيان هذه الطريقة في لفنها لدي P M ونحافظه بأن احتمال M تقاطع T يجب أن احتمال T علما M ونحافظه في احتمال M ويطلب مني أن نحصل P T تقاطع M bar التي هي هذه P T تقاطع M bar والاحتمال الذي في الحد الأقصى يجب أن تقاطع M bar في P T تقاطع M bar حتى هي تقاطع P T علما M bar تقاطع M bar ونحافظه ونحافظه تقاطع M ونحافظه تقاطع P T علما M تقاطع P T 0.95 0.95 و تقاطع P T علما M bar تقاطع 0.95 ما هو PdLT المن أمبار سافر فاصيلة سافر جوج إذنك عندي هنا سافر فاصيلة سافر ثمنتاش قد نحسبه PdLT كنا نعرف جميع أن التقاطئ تقاطئ M إتحاد تقاطئ أمبار وبأن التقاطئ ما بين هذه المجموعات هذه المجموعاتين تقاطئ مجموعة فارغة قدرنا نطبقه الخاصية تقول PdLT تقاطئ M زائد PdLT تقاطئ أمبار التي تساوي صافر فاصيلة صافر خمس وتسين زائد صافر فاصيلة صافر ثمنتاش وإذا حسبنا سيتلقى سيتلقى صافر فاصيلة مئو تلتاش إذن في سؤال الأخير علما أن نتيجة الفحص إيجابية ما هو احتمال أن يكون شخص مريض علما أن النتيجة إيجابية هي هذه لأنه احتمال أن يكون شخص مريض هذا هو السؤال سوف نبحث عن PdLM علما T نعم هنا سوف نطبقه الفورمولة كنا نعرفها جميع في الدرس PdLM علما T كيف تساوي PdLT على PdLT PdLT حسنا 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 لأن الشخص يكون مريض بالكورونا علما أن التست بوزيتف قريبا كثيرا إلى واحد حسنا حسنا إذا استعملنا كالكولات خيز ستجدوا شيئا بحل 0.8 قريبا 8% حسنا تجدوا فيديو قديم 4% 5% 5% 5% 5% uhm